مارك وهيدي نسرين ألف مبروك ونحن بنحبكن وكمان معي داخل استوديو لينا ملاعب والدة نسرين ومعي هنا طحان أخصائي للصم أهلاً فيكن لينا من وقت ما بلش الرفورتاج وشايفك عم تبكي عم تبكي عم تبكي هايدي ما الفرح هلا ما الفرح لأنه بنتي هي الوحيدة وهي عمري وحياتي وحيدي لبنيت ولا سبي ما عندي غيرها أبدا وحياتي كلها كلمة لهي يعني كنت سبب وجودها وربنا عطاني القوة لتكمل المشوار بما أنها هي بهذه الحالة عطاني القوة لكمل المشوار ما صحيح تتعبت كتير صحيح أنه بده هيكي عالم بده نطعب وخصوصي سمح لي يعني قالوا لنا أنه كنت الأم والبي والأخت وكل شيء بحياة نحن 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 ربيتها وانت كتميتي فيها وانت عينيتي معها وقدرتي تخليها تتحرر من هاي المشكلة وتعيش بالمجتمع بشكل كتير طبيعي الحمد لله هيدا المزفوط مثل بات كنت الام والبايا والصديق والاخ وكل شيء لعلا لأنه بنتي هي أسام وهيك نوع من هاي الحالة بدك تكون تعرف بدك تتعلم أول شيء تتعلم إشارتهم تعرف كيف تتعامل معهم أنا بالأول كنت تعزب كتير مع بنتي يعني ما كنت أفهم عليها ما كانت تفهم عليها لتعلمت إشارتهم لأي عمر تكتشفتي أنه نصرين عندها مشكلة كان عمرها بالسنتين بالسنتين هي اكتشفت أنه بالأول كانت شوي يعني سنتين أنه تتحك كأم يعني بتعرف أنه بقول لا أنه عم تعمل هيك عم تتحكني عم تحكين يعني من بعد السنتين اكتشفت أنه بنتي ما عم تسمع ما عم تسمعني ما عم تفهم علي وبلشنا من هون المشوار الطويل من عمر السنتين مشواري كان طويل بس كان عذاب كتير بس كان كتير حلو رسالتي إن شاء الله يكون أنه بعدين منحكي عنا الرسالة ياريت هنا فيكي بس تساعدينها تهني جميعنا هلوني عم يشوفونا يعني ياريت فيكي تساعدينها بترجمة شو عم بتقول شو عم بتقول لينا ماما عم بتقول هي كتير بتعبت مع نسرين لأنه كتير أول شي كانت صغيرة ما كانت تسمع ما كانت تفهم سعادتها واكتشفت إنه هي ما بتسمع وما بتفهم عليها بعدين شوي شوي اكتشفت إن هي ما بتسمع أخدتها على المدرسة وصارت تتعلم كيف تحكي بالإشارة حتى تساعد بنتها وتفهم عليها هانا أنت شو الدور اللي لأبتي خصوصا عم بشوفك إنه كتير كمان مرافقة لألوين نعم نحنا أنا من الأشخاص اللي كتير بلشوا مع نسرين هي وصغيرة أنا كنت معلمة مع نسرين مع نسرين بالصف من الأشخاص اللي بلشوا من هي وصغيرة معا دربناها كيف تفهم علينا ونعلمناها وبدلشت حياتها الأكاديمية بالمدرسة ونسرين كانت زكية كتير وساعدتنا كتير كمان هي وطبعا نحنا منعاني كتير تنوصلها شو بدنا مفهوم الأكاديمية وساعدناها تحكي وتتعلم الحكي اللغة المحكية والإشارة تنوصلها شو المفهوم كل اللغة اللغة المحكية يعني اللي فهمني إنه نسرين عندها مشكلة السمع يعني مشكلة السمع اللي بتمنعها من أنها تحكي هي ما بتسمع مشانيك ما بتحكي ساعدنيها شوي بس نسرين وبالنسبة لمارك مارك أمريكي مارك مش مش لبناني مش عربي مارك من أمريكا الشاب من أمريكا هو شوي كمان اللغة الإشارة فرق عن هون هيدا اللي كنت بدي أسأله يعني لغة الإشارات بالنسبة لإلون تختلف بين دولة وأخرى وبين مجتمع وآخر بس نسرين تعلمت لغة الإشارة طبعه على الإنترنت وصارت تفهم معه أكتر وأكتر تعودت على اللغة طبعه هون طيب هلأ نسرين بتعرف تقرأ وتكتب عادي؟ نسرين بتكتب وبتفهم بالكتابة قد كيد وبتفهم كراءة الشفاء كيف تقدر تتعلم الكراءة والكتابة إذا كانت ما بتسمع؟ بتشوف من قلة هيدا بس أنا حرف الأ تتعلم إنه هيدا أ تعني هيك العادي بالإشارة مع اللغة الكهية كراءة الشفاء بسير تتعلم تفهم شو عمل قلة من قلة أنا بابا تفهم إنه بابا بتشوفني بس ما بتسمعني طبعا؟ يعني بتشوف حركة الشفاء طبعا تفهمنا من خلال الحركة الشفاء ياريت نرجع هيك بنرجع بنعيد الصور شوي بنشوفهم شفتهم عم بيرقصوا كأنه عم بيرقصوا على ريتم الموسيقى يعني مع الإقاع كانوا عم بيسمعوا شي بحسوا بالصوت بتحس بالصوت نسرين ومارك بحسوا بالصوت وبتشوف الحركة بتتعب يعني بتتبع الخطوات التير يمكن بيسمعوا الطبل بس متل الإقاع الموسيقى بتسمع الأصوات العالية يعني هي الضخمة بتسمعها ولا بتحس فيها؟ بتحس فيها بتحس فيها بالنسبة للمارك بالنسبة للمارك بيسمع الطبل أكثر شي بالنسبة لنانا هي بتسمع لأنه عندها السمع شوي أكتر إن الميوزيك إذا بتعليل عيها بتحس فيها أكتر بتسمعها أكتر سؤال المتالي بتبادر إلي أزهان البعض إنه إذا ميسرين عندها المشكلة ومارك عندها المشكلة هل يصح زواج اثنين عندهم نفس المشكلة يعني أليس هناك من خوف أنه لا سمح الله يأتوا الأولاد عندهم هاي المشكلة؟ ممكن آي ممكن لا ممكن الأجيال الثاني مش ممكن لولادة يعني مش بالضرورة يجو أولادة هاللقصهم ممكن بالجيل الثاني والبعض ممكن آي ممكن آي ممكن يعني هي شغلة شغلة وراسية حسنا إذا هي وراسة إخدتها ممكن بالمراسة تجي إذا من بعد الولادة حدث هالشي اهتمال لا ما يجي جوابك كان لا قطعي ستلينا ليه؟ مبني على شو؟ على عطفتك ولا على رأي طبي؟ لا لما قلت لأ نعم نعم أوكي لأنه في عندهم أصحاب كتير مزوجين أتنينتهم أتنينتهم ما بيسمعوا وما بيحكوا أولادهم إجيين طبيعيين بيحكوا وتعلموا الإشارة يعني كذا شخص مش واحد واثنين وثلاثة بس في في رأي طبيب رأي أخصائي بيقول إنه كمان بساعد بينصح إنه الأم ما تردع الولد من حليبة كمان هايدي بتساعد هيدا من شان هيك أنا يعني أنا باشت مع بنتي بفترات كتير ليش عشتي وحيدي مع بنتك؟ كان فيه انفصار بيني وبين أبوه ما كان فيه ناسيب قبل الإنجاب ولا بعد؟ لا بعد الإنجاب بعد الإنجاب صار فيه انفصار والبنت بقيت معي أنا حياتك ولما عارف إنه في كيس يعني حالي استثنائي لبنته ما حاول يرجع يتواصل معك من أجل بالنسبة اللي حياتي معه أناوي من أجلكم اتنينكم أي أوكي لا ما صارت لا ما صار هالشي لأنه نصيب فينقول نصيب بس ما فينقول أكتر من هيك يعني إنه ضلينا بعض في أسبب شخصية أسبب شخصية وأنا يعني كانت كرست حياتي لتكون بس لبنتي مش لبنتي ولا رجل بتكون بس لبنتي لحالة لأنه طيب هنا قبل ما نختم ونقول لهم الله يتمم بخير إن شاء الله وإن شاء الله نحضر فرحتهم أكيد إن شاء الله بدي منك بس بالإشارة تقولي لهم إنه كل واحد منهم يوجه كلمة للمشاهدين اللي عم بشوفوه أنا عم يشوفوك وراك عم يشوفوك عم يشوفوك عم يشوفوك عم يشوفوك نسرين هيدا الكلام موجه لإلك أنا كي بدي شوفها بس لشوف هي موجودة قبالي بس يمكن هيك ما بقى نقدر ناخد الإشارة مثل منك هيك بس برمي بريمي وجيك بس تهييت بس على الكاميرا بتبرمي شوي لنقدر ناخدك عم بتقليك تبرمي عم بتقليك تبرمي لا 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 بريمي علي صوبي 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 هنا صوبي كانتك عم تحكيني لأي عم في عنا نحنا هون مونيتر ورانا إذا فينا نعطييها صورة وراي هون إذا فينا نعطيها صورة وراي إذا ممكن إذا لأ بس وجهيها على الكاميرا خلا تشوف شو بس لا تشوف طلعي فيها لا لا خلتها هي شي فتك هي شي فتك وهلأ المخرج رح ياخدك كادر قريف الكاميرا قبير لك هون يريت على الكاميرا بتعطيها عم بتقول بس أنا مش عم بارف مش عم بتقول شوفيها هلأ شوفيها هلأ شوفيها برنا عادة ايه أوكي عم بتقول لك ساب مش عم بتشوفه بعيدة بدنا نقرب أكتر بدنا نقرب أكتر ميليد رجعي سأليها السؤال طلعي بالكاميرا هنا واسأليها السؤال رح نقرب عليك أكتر أوكي شيفتك اه فيك تطلعي فيها تتخدي تجواب اوكي فيك بترجمينا بزيت الوعد اوكي اه نسرين عم بتقول ماما وبابا خلق ولدوني وهي مبسوطة ان شاء الله مبسوطة انه هي أسامو ما اللهم أسار شي عليا صح حيات عادية حيات عادية هي مبسوطة كتير مبسوطة طب هلا مو أنا خطيبة اوكي 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 هي مهمة مهمة اللي قلت لك يا ها شو قلت قلت لها انو مهمة من العالم تشتغل تشتغل عادة مرتاحة بحياتة تتفاهم مع كل الناس ما في مشكلة اللي قالتها قبل ما هانا تفسرها اللي قالتها انو نتمنى من العالم نحنا أسام نحنا زكاية نتمنى من العالم ما حدا يضحك لانا اوكي 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 هي بتحب كل الناس تكونوا كلهم صحة جيدة ونحنا بنتمنى لك كل الخير يا نسرين و الله يوفقك انتي و مارك و ان شاء الله كمان فرحتكم تتكمل ونشوف لكم صبيان وبنات ومثل ما بيقولوا وشكرا لحضوركم وكل عيد حب وانتو بألف خير شكرا لألي ما هو التالي ونتابع مهم مهم